تعاني المحلات التجارية في منطقة النقب والجنوب عامة من ركود اقتصادي شديد في ظل استمرار الحرب وعدم وجود آياد عاملة مهنية خاصة في مجال البناء ما سيشكل ضربة قاسمة قد تؤدي إلى إغلاق عدد من الشركات المحلية الوضع زي ما بتشوف عنا وفي كل البلاد وضع صعب جدا 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 وضع مزري نسبة البطالة في ازدياد بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية شبه متوقفة خصوصا في مجال البناء مصانع البطون حذث ولا حرج يعني اللي كان بطلع باليوم ما يعادل سبعمائة وثمانمائة كوب ما بسهو يطلعش اليوم خمسين كوب العمال اللي بتعرف يعني حظر تام على خروج العمال وتنتظر السلطات المحلية على بعد أربعين كيلو مترا عن حدود القطاع قرارات الحكومة بالنسبة لقضية الضرائب حيث تذهب كل المؤشرات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون الخاسر الأكبر كلما طال أمد الحرب الدائرة على قطاع غزة الوضع اليوم بعد الحرب الأخيرة بعد سبعة شهر الشهر نزل أكثر من تسعين فنمية كنا نعندنا ننتاج يومي ما يقارب سبعمائة لثمانمائة كوب اليوم عندنا ننتاج لحد ميتكو مش أكثر والشوفرية زي ما انتم شايفين وكلهم واقفل الصيارات واقفات وقاعدين وما بهمهم وباخر الشهر ودهم الشهرية تبعتهم وإن شاء الله وشي نتمنى توقف الحرب وترجع المي إلى مجارية وترجع الحياة زي ما كانت وكانت وزارة المالية الإسرائيلية أشارت إلى أن الحرب في أول ثلاثة أسابيع كلفت الميزانية العامة ثلاثين مليار شكل بواقع نحو مليار شكل يوميا ولكنها لم تأخذ بالاعتبار خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة والأدرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الركود الاقتصادي